السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله بكم وردوكم في فيديو جديد في فيديو اليوم أريدكم كيف تقدروا تلعبوا الألعاب بلايستيشن إن كان الفور أو الفايف بنصف السعر أو حتى إذا تحقق شروط معينة مع المتقدر تلعبها ببلاش ما بتدفع ولا ليرا أول نقطة الألعاب اللي بتقدر تستخدم فيها هاي الميزة هي ألعاب الدجيتال فقط ألعاب السيدي فيك تعير السيدي لرفيك وتتخلص من اللعبة وفيك أنت بهالطريقة تدفع نصف السعر ولكن أنا عم بحكي اليوم عن العابة الديجيتال أول شي كيف بتقدر تلعب اللعبة بنصف السعر رح نحكي على هاي أول بعدين نحكي على البلاش بنصف السعر تحتاج شغلتين أول شي يكون عندك جهاز بلاي ستشن فور أو جهاز بلاي ستشن فايف واحد من الاثنين ولازم تكون دائما متصل بالإنترنت إذا بتفصل الإنترنت اللعبة ما عد تشتغل عندها ولازم يكون عندك صديق واحد ثقة بده يكون ثقة أول شي رح بلقش بالبلاي ستشن فور أول شي لازم تعملها أنك تاخد كلمة السر والحساب من صديقك وانتبه على موضوع الثقة بده يكون رفيقك رفيقك يعني إذا ما متساق فيه مشكلة فبتحط مستخدم جديد وبتضيف هذا المستخدم عندك وبنفس الوقت بتعطي حسابك وكلمة السر تبعك لرفيقك وبضيف حسابك على جهازه بعدين نروح على الإعدادات بعدين نروح على إدارة الحساب بعدين بتروح على شي اسمه تفعيل جهاز بلاي ستشن فور واعتباره جهازك الأساسي بالوضع الطبيعي بيكون حسابك مفعل على هذا الجهاز تبعك تبع السوني كحساب رئيسي فأنت أول خطوة بدك تفوت وتلغيها بدك تعمل أن حسابك غير مفعل على جهازك ألا أنا هون ما رح خبس مش هما أنزحها بتعمل إلغاء تفعيل بعدين بتروح بتفوت على حساب رفيقك نطلع هيك نعمل تبديل مستخدم الرفيق اللي مشارك معه هو عامر منروح على الأعدادات منروح على إدارة الحساب بحط تفعيل جهاز بي اس فور واعتباره جهازك الأساسي وبتفعل حساب رفيقك كحساب أساسي على جهازك شايف مثل ما اللي عامل هون أنا تفعيل نفس الخطوة بده يعملها رفيقك بيفوت على حسابك وبيفعله كرئيسي على جهازه يعني عملنا هيك تمام؟ كل واحد تفقى لحسابه على الجهاز الآخر بعد ما تساوي هاي الحركة صار أنت فيك تفوت على حسابه وتروح مثلا على مكتبته الخاصة وبتنزل اللعبة اللي بدك إياها فحي الله لعبة بتنزلها خلينا نشوف مثلا لعبة أنا ما عندي إياها هاي مثلا لعبة النير هو اللي شاريها بعمل له تنزيل هلا بيلاك تمت الإضافة للتنزيلات بعد ما أنت تنزلها من مكتب ترفيقك معت فيه داعي تفوت لعلى حسابه خلص ترجع أنت على حسابك وهلا ليك لعبة النير أوتوماتا عبتنزل على حسابي على البلايستيشن ومعت فيه داعي إزعج رفيقي فوت على حسابه حتى لعب اللعبة لا بلعبه من على حسابي إلي وحتى هو بيقدر ينزلها ويلعب على حسابه وقلو وهيك انت وياه بتتفقوا وبتتفعلوا نصف المبلغ بينك وبينه وبتشتروا اللعبة بالنص هلا رح نجي لشرح الخطوة هاي على البلايستيشن فايف وبعدين رح أقل لك كيف فيك تساوية مجانة لو نفرض أنت شتريت بلايستيشن فايف ورفيقك اللي كنتم شاركوا مع البلايستيشن فور لسه عنده بلايستيشن فور ما جاب البلايستيشن فايف حلو الكلام له تمام تمام فأنت ما في داعي تغير شي بهاي الحالة تقدر ترد تفوت على حسابه وتضيف حسابه عندك على الفايف وتفوت على ما كتبته وتنزل الألعاب هون وهو بيحسن يعمل نفس الشي يعني ما بيتغير شي اطلاق ولكن بركي بدك تشارك انت حسابك مع واحد عنده بلايستيشن فايف تجي على القائمة لهون بتحط أد يوزر لا تحط ساين ان وكويك بلاي على اليمين بتحط اللي على اليسار أد ايوزر تو ديس بي اس فايف بتحط هون لكلمة السر تبعه والإيميل وبتضيف رفيقك وبتعطي حسابك لرفيقك وهو بيعمل نفس الشي فهاي ضفنا مثلا رفيقي بترجع بتفوت على حسابك بتفوت على الاعدادات وبتروح على اليوزرز اند اكاونتز المستخدم يعني بتروح على أخرى هي بالعرب تكون أخرى بتروح على كونسول شيرينج اند اوفلاين بلاي تكبس عليها هون انت لازم تعطلها وتعملها ديسابل من على حسابك نفس الطريقة اللي عملناها بالفور بعدين بتروح على حساب رفيقك يوزرز اند اكاونتز المستخدمين على الأذر على الكونسول وهون بتعملها تفعيل أو اينابل تمام رفيقك بيساوي نفس الخطوة تماما بيلغي تفعيل حسابه من الكونسول شيرينج على جهازه وبيفوت على حسابك وبيفعل حسابك على جهازه اوكي وهيك إذا انت عندك بلاي ستيشن فور عملت شير للحساب مع رفيقك على بلاي ستيشن فور ودفعت نصف حق اللعبة واذا كنت انت ورفيقك عندك بلاي ستيشن فايف عملت شير بهالطريقة مع رفيقك اللي عنده بلاي ستيشن فايف وكمان دفعت نصف اللعبة طيب كيف ذاك تلعب اللعبة ببلاش هون بقى القصة بده يكون عندك انت بلاي ستيشن فور و بلاي ستيشن فايف متل ما شفتوا انا مفعل التشارك على بلاي ستيشن فور مع رفيقي اللي اسمه عامر وفعلت مشاركة البلاي ستيشن فايف مع رفيقي اللي اسمه محمد محمد عنده فايف و عامر عنده فور وانا عندي فور و فايف فخلال هاي العملية شو اكتشفت انا وقتها عف ساوي هاي القصة كاتبي لك تحت لاحظة ان هذا ليس له اي اثار على حسابك بلاي ستيشن فور البرايمري اذا كانت طلعت هيك معناته انا فعليا فعلت حساب شيرينج مع عامر على الفور وفعلت حساب شيرينج مع محمد على الفايف فعملت هاي التجربة لعبة التجربة الليع عليهم للمحمد صاحب بي اسفف فتنزل التجربة وقمت لتجربة عامر natural und النزل التجربة ونحنا ثلاثة شغلنا اللعبة بالوقت واحد كل احد من الاشتابة وحذرو شو نحنا ثلاثة استيятельنا نلعب اللعبใ setting snail هي صح تجربتsh تجرب lets text jueces بانا لقلنا نفتحها هوينرج salts شو بتجربه لعبة جائلة يا ابو السي عندك اللعبة القادمة ريزدنط ايفل فايف لعب الشيطان يتضع ينزلها وبقول هذي يفوت على الحساب ينزلها وهيك أنا بطلع باللعبة مجانا ما دفعت ولا ليرة بس صدقا يعني شو بيقولوا حاكى الحرام في نفسي وحسيت حرام هاي الحركة فمعنا شو ساويت صارحتوا وبكل صراحة قلت لهم شوفوا اكتشفت هالطريقة راح تدفع انت مئتين وخمسين وانت راح تدفع مئتين وخمسين ومثل الحبابين راح تشتروا لي هاللعبة محمد راح يستفيد من مكتبتي الكبيرة اللي موجودة عندي فيه ألعاب سابقة خليني ارجيكم اياها فمثلا بيقدر ينزل من عندي المورتال كومبات إداعش بيقدر ينزل The Last of Us بيقدر ينزل Red Dead Redemption بيقدر ينزل Ghost والفيفا والفور اونر وكل هذول الألعاب راح يقدر ينزل هون عنده فقلت لهم اول لعبة راح انا ما ادفع شيء اللي هي Resident Evil كلوا انتوا راح تشتروا لي اياها هنين ما خسروا شيء هنين فعليا ما دفعوا لي شيء زيادة دفعوا لي الزقاء تبعي بس يعني فهلا راح اشتري اللعبة انا اخدت مئتين وخمسين ليرة من محمد واخد مئتين وخمسين ليرة من عامر وراح اشتري اللعبة على حسابهم وبعتولي المصاري انا ما راح ادفع ولا ليرة هلا Thank you يا عيني عليك قلتلون الالعاب القادمة طيب اخلاق مني وكرم اخلاق راح ادفع معاكن ثلث سعر اللعبة بس تعرفوا شو انا راح ايمكن تابع بنفس السياسة وظلعا باخد الالعاب اللي بدوني اياها بلعة ولهون يا شباب بيكون خلاص الفيديو بتمنى ان يكون فدتكون حبيت شارككو بشي اللي اكتشفتو لان الالعاب كتير صارت غالية وخصوصي على بلاي ستيشن فايف وصارت الالعاب بالسبعين دولار يعني حرام صراحة لا تنسوني من الاشتراك واللايك باللهي يعني شفت هيك فيديو وما تشترك عندي بالقناة يعني حرام حرام عليك دق اشترك حجي خلي انا صار 50 الف 100 الف والله يعني صار انا دريد دي باليوتيوب من اكون اعجبكم الفيديو يا شباب كان معكم وسيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة